ملامح امتحانات الشهادة الاعدادية وسنوات النقل لعام الدراسي الجديد 2023-2024 هل بالفعل سيتم تطبيق نظام البقلة للشهادة الاعدادية؟ هل هناك بالفعل امتحانات اعمال سنة لصفوف النقل؟ هل ما زالت الانشطة البحسية في العام الدراسي الجديد؟ تابعوا معنا حتى نهاية الفيديو اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان امتحانات الاعدادية هذا العام ستكون خالية من الغش مشيرا الى انه وجه جميع مدريات التربية والتعليم بذلك وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر الصعف المنعقد اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 ان قرار تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الاعدادية 24 مطروك لمديري المدريات وفقا نظر فيهم وقدراتهم واضاف الوزير ان الوزارة مستمرة في اعمال السنة مثل العام الماضي لسنوات النقل وسيتم تقييم الطلاب من خلال ثلاث امتحانات في الترم على مستوى المدرسة امتحانين اعمال سنة والامتحان الثالث امتحان نصف العام ويحصل الطالب على درجات اعلى الامتحانين اضافة الى تطبيق المشروعات البحسية تماما مثل العام الماضي ويشارك فيها الطلاب من ثلاث الى خمس طلاب كما سيتم تخصيص درجات للسلوك والموازبة للطلاب حتى يتم تحقيق الانضباط المدرسي نتمنى لكم عاما دراسيا مليئا بالنجاح